طيب هنا طبعا يعني أنا عايز أخذ حداك في مهزلة العالم الألماني الذي نجح في التسلل إلى الهرم وأخذ عينات للأسف الشديد أو أستاذ وائل حاول بعض الناس يقولوا أن دي حصلت أيامي أنا الأيامي اللي كان يلمس الهرم ده كنت أحرقه الهرم ده كان حاجة مقدسة لأن كان كل في ناس كتير جدا وواحد أجنبي بيشتمني كل يوم كان عايز يثبت الهرم ده عمره 15 ألف سنة يعني مش بتاعنا عشان يقول اليهود هم الذين بنوه بالزبط ويقول حضارة مش عارف أطلانتس والكلام اللي موجود ده ما كنتش بسمح للناس دي أن هي وكنت بنظرها في كل مكان في الدنيا لكن اللي حصل أن أنت في هذا الانفلات اللي موجود الأخلاقي والانفلات اللي موجود بين الناس أن يجوا يرشوا بعض الناس بـ 15 ألف يورو ويدخلوا الهرم ويصور وفيه سلم انتعرف الحجرات الخامسة دي أنا كنت بما طلعها أولا مش راجع تاني من الخوف من الخوف من الخوف ده هو صور فيها وطلع بسلم ده بتعمل سلم 7-8 متر تطلع وتدخل من فتحة قد كده لازم تحبي والخمس حجرات تحبي فيها الحجرة الوحيدة اللي بتقف فيها الحجرة اللي فعل خرطش بتاع خوفه اللي أنا كلمت ضدهم هم خدوا العينة وحللوها في ألمانيا وقالوا ده عمر العينة دي 15 ألف سنة يعني عايزين يقولوا ان الهرم عمره 15 ألف سنة لكن هم اللي ما عرفوه شيء واللي أنا قلت في الصحافة العالمية ضدهم قلت العينة دي المصر القديم كان بيسمها المافت المافت ده اللي هو اللون الأحمر كان بيجيبه من محجر في الصحر الغربية وعندنا نص في المحجر ده خوفه في العام 27 من حكمه بعد بعث عشان تجيبه المافت ده اللي هو اللون الأحمر اللي يكتبه بيه جوه الهرم المحجر ده ممكن يكون عمره نص مليون سنة عمره لكن ليس له صلة بعمر الهرم لأن لسه فيه بردية اكتشفت في البحر الأحمر من حوالي سنة بيتقال فيه عنخ خاف عنخ خاف ده كنا بنعتقد انه مهندس الهرم التاني الرجل ده بتكلم بقى على ازاي كان بنظم العمل في بناء الهرم وازاي الهرم تبنى بردية فيه منتهى الأهمية محدش ألقى علىها الدوق اطلاق ده تم اكتشافها امده من سنة من سنة من سنة لكن هذه البردية لم نسمع لها حسا ولا صوتا اطلاق انا كنت بقرها النهاردة بقول البردية دي أكبر رد على أي متشكك في عمر الهرم أو في عدم ثبوت ان الهرم ده خاص بالمصريين القدماء بالتفاصيل وكاتبين الخرطوش بتاع خوفه موجود في البردية وبتكلموا عن مراحق البلاء الهرم عن طريق عن خاف مهندس عاش في عصر خوفه في نهاية عصره وكمل وبنى الهرم التاني يعني انا اعتقد من سنة كان لابد ان نكون بيه احتفالا هو الحاجة الكويسة ان المسؤول عن الاثر حول الناس دول التحقيق ولو كانوا مظلوبين ولازم ياخدوا جزاؤهم طبعا انا اذكر المشاهد بس قصة العالم الالماني اللي دخل هو مش عالمالمالماني هو موزيق اتنين صيّع 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 كمان صيّع ده داي خلينا نبكي اكتر ليس لهم صلة بالعلم دول ناس جايين بمعرفة واحد ضدنا الراجل ده بيشتمني كل يوم الناس دول جم عشان يعملوا هزي العمل لانه عارفين ان انا مش موجود انا اسف قولك كده لان انا وانا موجود كنت بقطع رجلهم يعني لو انت موجود كان لا يمكن ان تحدث وقعة التسلل للهرم من الداخل استحال لتجويف الهرم وارز عينات حتى لو واحد عنده النية ان يسرق ما كانش يسرق كان يخاف لانه عارف لو اتمسك هيتقطع رقبته وانا طبعا البلاغات اللي جات فيي بعد الثورة من ناس انا حسبتهم لانهم اهملوا في حق القصار